موسيقى السلام عليكم لا أمريك أفلام الرعب قليلا كنت أتفرج فيهم وفي بعض الأحيان التي أتفرج فيهم يبدأ القصة غير منطقية ويبدأون بمؤسسة السمعية ويبدأون بمؤسسة أمريكي أمريكي أفضل الأفلام الرعب والتي يميزه هو القصة البسيطة والمعقدة في نفس الوقت فالجزء الثاني هو تكمل الجزء الأول الذي ينزل في 2018 ويقدر أحداثه حول مجموعة من الكائنات أو الوحوش يهجب الإنسان إلى صدر صوت القصة في الجزء الأول بدأت من الزوج والزوجة وكيف يحاولون أن يكافحوا من أجل البقاء من أجل أن ينقضوا الأبناء من هذا الخطر القاتم وفي نهاية الجزء الأول لاحظنا هذه العائلة كيف شاشفت نقطة ضعف الوحوش وحاولت استغلها من أجل النجاة مع بداية الجزء الثاني الفيلم يحاول أن يشرح لنا البداية الأولى من الكاريتا وأثناء وقوع الكاريتا ويحاول أن يعرفنا على شخصية جديدة التي ستسافر معنا طيلة الفيلم التي هي كاليان مورفي البطال المسلسل بيكي بلاندرز كما تعودنا في الجزء الأول التمثيل كان عالي جدا خصوصا من الأم التي هي إيميلي والطفلة الصغيرة التي كانت تعاني من مشكلة السمع التي كانت تمثيلها رائع جدا ويحاول أن يخلقوا وعطف كبير بينهم وبين الجمهور بالإضافة إلى التصوير كانوا شوتات رائعين وواعرين خصوصا شوت لولا الذي كانت طويه الأثناء وقوع الكاريتا في الصراحة كانت زوينة وكتعتبر أنا من أحسن لقاطاش فمن الذي كانت أدرع شي كامل دروري أن نصح عنصر الإخراج فالممثل وكاتب السيناريو والمخرج جون كرازينسكي في صراحة كان إخراج رائع تسلسل منطقة الأحداث وفي الجزء الأول لاحظنا استعمال عنصر المشوق هي المرأة التي كانت تحاملها فهنا كانت أحد المشاركة وجداني وصاهم في التأثير وصاهم في الرعب بشكل كبير وصاهم في التعاطف كما نرى في أفلام الرعب دائما كلها كانت ضروري في أفلام الرعب بشكل المشاهد أنه يتعاطف مع الشخصيات كلاحظه إما يكون إنسان عنده مشكلة إعاقة أو أطفال صغار أو شيء ضعيف أو قصير هذه العوامل تساهم في نجاح الرعب في الجزء الأول في الجزء الثاني هو الزوجة وكيف يواجهوا هذه المشاكل كاملة فكانت هنا تطرق ويأخذ المشكلة الحمل في الجزء الثاني في الجزء الثاني هو الطفل الصغير وكيف يجب أن يصدروا الصوت ويضعوا في العلبة ويجب أن يدروا الأكسجين وكل شيء يساهم في المشاركة ويجب أن تعاطف كبير بين الجمهور وبين الشخصيات فأرفع القبة لأنه يعني أعطك الشيء على النقاط ووحد الحاجة أخرى اللي كنلاحظوه في جميع أفلام الرعب وهي المؤثرات الصوتية بشيخلعونا كيف ترونه في الأفلام أخرين هنا المؤثرات والرعب هي فاش كينقاطع الصوت فهنا كيرتافع ويجب أن يكون دقات القلب والمشاهد وكتبه لأحد المشاركة كبيرة فهنا العامل أن الصوت ميكونش قاعد بيدون موجود أي مؤثرات كان قوي عكس الأفلام الرعب الآخرين اللي في الصراحة كيف ترونه فيه كيف ترونه في المؤثرات الصوتية ما كنا نلاقي الصوت لسيدي ذكري وفيه المثالة كيف ترونه كيف ترونه في الكائنات أو هذه المخلوقات كيف ترونه في الأرض وكيف ترونه فيه إلى الإنسان وكيف ترونه في المختبرات أو كائنات فضائية وغزة الأرض وكانت تلميح في الجزء الثاني بداية قبل وقع الكريتة نرى أن البناد يرون الفوق بحالة ستنزل لشي حاجة لا أعرف ساروخ أو سفينة فضائية مهم أعتقد أن هذا يجب أن يجعله في الجزء الثالث وهذا فكرة أعتبره بحالة أثناء أظن أنه يكون جزء الثالث الذي سيشرحه فيه البداية الأولى كيف كانت أول فريسة وسبب نزولهم وسبب الهجوم للإنسان أعتقد أن الجزء أعتقد أن الجزء أعتقد أن الجزء الأخير سيكون قوي بالإضافة إلى أن وسائل الفيلم الثاني وما زال ما زال ما زال ما زال ما زال ما زال يكفي أننا تعرفنا على نقطة ضعف كيف تستغلوه بحالة شكل كبير وقدروا أنهم ينجوا بهذا سنكون السنور فيديونا إذا أعجبكم الفيديو لا تساوش دعونا لايك سبسكرايب ونشوفكم في مراجعة أخرى إلى اللقاء